تكبيل اليد الإيرانية العابثة بأمن العالم وعد تعهدت به الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الذي أكد في خطاب ألقاه في مؤسسة هيراتيج في العاصمة الأمريكية واشنطن أن يد الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط لن تكون مطلقة بعد الآن ولتحقيق ذلك أوضح بومبيو أن بلاده ستفرض عقوبات هي الأقصى في التاريخ على نظام الملالي سنعمل على التصدي لأي نشاطات إيرانية خبيثة وسنلاحق عملاء إيران ووكلائهم حول العالم ونسحقهم لن يكون لدى إيران تفويد مطلق للهيمنة على الشرق الأوسط بعد اليوم ووجه وزير الخارجية الأمريكي جزءا من خطابه الأول إلى الشعب الإيراني مطالبا إياه بزيادة الضغط على النظام الذي يستغل ثرواتهم ويقدم ملايين الدولارات لدعم الإرهاب والميليشيات في الخارج وأشار بومبيو إلى أن واشنطن مستعدة لمد يد العون لمساندة الإيرانيين عبر رفع العقوبات والانفتاح التجاري في حال غيرت طهران من نهجها في المنطقة والتزمت بالشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية ومن بينها الإفساح عن كامل الأبعاد العسكرية لبرنامج طهران النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش باستمرار والتوقف عن تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم والحد من انتشار الصواريخ الباليستية والتوقف التام عن دعم جماعات الإرهابية في الشرق الأوسط كالميليشيات الحوثية واحترام الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية والانسحاب من سوريا ووضع حد لتصرفاتها التي تهدد أمن جيرانها مثل إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة وشن الهجمات الإلكترونية وأوضح بومبيو أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتحويل المنطقة إلى ساحة حروب وصراعات واستخدمت الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق لتوسع نفوذها في المنطقة منوها بموقف بلاده الصلب في الدفاع عن حلفائها